أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية جاهزية موانئ العقبة لاستقبال البضائع العراقية ومن الدول المجاورة أيضا وأشار في تصريح صحفي عقبة لقاء مع مسؤولين في الجمارك والموانئ الأردنية وميناء الحويات بالعقبة أن البضائع العراقية تتمتع بحوافز من خلال تنزيل رسوم المناولة وكافة الرسوم الجمركية بنسبة 75% وأن هناك دراسة لتخفيف رسوم البضائع وترانزيت وأضاف أن السلطة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على تسهيل نقل البضائع وتخفيف الكلف وتقليل نسبة الاستهداف للحاويات وترانزيت والتي بلغت خلال الأشهر الماضية 50% فيما تبلغ حاليا 14% وستصل قبل نهاية هذا العام 5% للقطاع التجاري وطالب أيضا بتبسيط وتسهيل الإجراءات لتجارة الترانزيت والحد من تعقيدات والرسوم غير المبررة تجنبا لعزوف التجار واستخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع الحكومة قامت بخصومات تصل إلى 75% من أجل بضائع الترانزيت من أجل جذب التاجر الدول المجاورة إلى منطقة العقبة من أجل مرور الترانزيت وتسهيل البضائع ولكن صار فيه خلاف بالتتبع الكروني تم دفع 40 دينار لكل حاوية بغض النظر عن عدد الحاويات التي تم مر الترانزيت وهذا الأمر يؤدي إلى نفور التجار من ميناء العقبة واللجوء إلى الموانئ المجاورة ترجمة نانسي قنقر